العامل الأول أنه دعيم جماهير يعني أنا شخصيا لكن مفكر عادي أقول لأنني أعيزه ولكن حسنة بنا في الوقت هذا كان مفكر جماهير بيتبعه أكثر من نصف مليون في مصر وحده مفكر جماهير بقدر ما أنه يقود الجماهير إلا أن الجماهير تمسكه لحيث أنه يكون عنده فكر معين ولكن ما يقدرش يتعامل مع الجماهير لأن مستواهم لا يسمع عامل تاني أنه كان بيأخذ بحاجات بمستوى المراحل يعني بيقول لك نأخذ بالحاجات السهلة أولا وبعدين نبدأ للصعبة فبدأ يجمع الناس ويعجد الجماهير على أساس شعارات لا قلافة عليها زي الله وغايتنا والرسول زائمنا إلى أكبر سيلاشياء وبعدين لما كان يتسهل سيبدأ مرحلة فد ومرحلة تعميق بالنظرية ترجمة نانسي قنقر